هذا وقد قال الكاتب سامى المجد في مقال له بصحيفة البلاد إن قطر تحاول من خلال مرتزقة قلات الجزيرة ومنذ أمد بعيد محارمة مجتمعين البحريني المسالم وبث سموم الفرقة والانشقاق لكن دون فائدة إن الباحث في شؤون قطر سيجد ما يثير اهتمامه في نكث العهود والاتفاقيات وبذل أقصى الجهود الممكنة لإلحاق الضرر بجيرانها ومساندة الإرهاب وكل الدلائل تشير إلى ذلك من شتائم إعلامها وبذاءته وأكاذيبه وفبركاته إلى رسم الخطط الكبرى لتحقيق آمال المرتزقة الذين تأويهم أما عقدة قطر من البحرين فهي كسلسلة مترابطة من الأحداث فقد استبدلت الأخوة وحق الجيرة بالطعن في الظهر في كل تصرف وعمل وكل سياساتها ذات صلة وثيقة وكبيرة في زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين فهي تحاول بمرتزقة جزيرتها ومنذ أمد بعيد محاربة مجتمعنا البحريني الطيب المسالم وبث سموم الفرقة والتناحر والانشقاق في المجتمع ولكن دون فائدة بل إن الجزء الأكبر من ميزانية قطر مخصص للأغراض الإرهابية ودعم المرتزقة والصرف على وكر جزيرتهم المعروفة بتصدير واستيراد السياسة السوداء القبيحة وحركة المرور العكسية والأحقاد في نفوس العرب وزرع الفتن في أراضيهم البحرين لا تعرف غير العزة والنصر ومحصن بوعي وثقافة مواطنيها وقادر على التصدي لكل المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وكلما زاد التأمر القطري كلما أصبحت البحرين أقوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر